السلطات القابونية تطلق سراحة 27 معارضاً داعماً للمرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية جامبينغ بعد 6 و3 ساعة من احتجازهم في المقر العام للحملة الانتخابية للمترشح فيما لا تزال تحتفظ بألف آخرين تم اعتقالهم في مناطق مختلفة إثر الاحتجاجات التي عرفتها البلاد بعدها عقد جامبينغ الذي تبارى عن الأنظار ثلاثة أيام مؤتمراً صحفياً أكد خلاله أنه الرئيس الفعلي للبلاد وأن الشعب سيواصل الدفاع عن ما سماه الانتصار المسروق وقال بينغ إن الهدوء لن يتم إلا إذا برست حقيقة صناديق الاختراع واحترمت إرادة الشعب القابونية في الجانب الآخر يلتزم علي بنغو المنتخب رئيساً لمأمورية هانية الصمت بعد إلقائه خطابين خلال 24 ساعة على إعلان النتائج وبدء الاحتجاجات سعياً إلى امتصاص غضب الشعب أكد خلال الأول منهما على الاهتمام بالشباب والنساء وهما فئتان شكلتا وقود الاحتجاج الذي عرفته للبريفيل فما دعا للحوار مع مختلف الأطراف فيما ندد في الخطاب الثاني بتصرفات المحتجين إزاء الجمعية الوطنية واعتبرها غير ديمقراطية مؤكداً أنه وهب حياته للديمقراطية المجتمع الدولي ممثلاً في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة دعا إلى نشر محاضر التصويت ونتائج كل مكتب تصويت على حدة فيما لا يزال علي بونغو يغض الطرف عن التعاطي مع ذلك حيث يعتبر وأنصاره أن الانتخابات كانت شفافة ونزيهة وأنه فاز بأغلبية أصوات الغابونيين في انتخابات كانت تتولى الإشراف عليها لجنة وطنية مستقلة ترجمة نانسي قنقر